أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية يأتي ذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وفي إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تدعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والأثار السلبية ناجمة عنها وحفاظاً على سلامة المواطنين ترجمة نانسي قنقر